اشتركوا في القناة وقال لها اذهب حتى تعلم لي علم ابنة محلم فمضت حتى انتهت الى امها وهي امامة ابنة الحارث فاعلمتها ما قدمت له فارسلت امامة الى ابنتها وقالت اي بنيه هذه خالتك اتتك لتنظر اليك فلا تستري عنها شيئا ان ارادت النظر من وجه او خلق وناطقيها ان استنطقتك فدخلت اليها فنظرت الى ما لم ترى قط مثله فخرجت من عندها وهي تقول ترك الخداع من كشف القناع فارسلتها مثلا ثم انطلقت الى الحارث لما رآها مقبلة قال لها ما وراءك يا عصام قالت صرح المخض عن الزب رأيت جبهة كالمرآة المسقولة يزينها شعر حالك كأذناب الخيد ان ارسلته خلته السلاسل وان مشطته قلت عناقيد جلاها الوابل وحاج بينك انما خط بقلم او سود بحمم تقوسا عن مثل عين ضبية عبهر بينهما انف كحد السيف الصنيع حفت به وجنتان كالارجوان في بياض كالجمان شق فيه فم كالخاتم لذيذ المتبسم فيه ثنايا غر ذات اشر تقلب فيه لسان ذو فصاحة وبيان بعقل وافر وجواب حاضر تلتقي فيه شفتان حمروان تحلبان ريقا كالشهد اذا دلك في رقبة بيضاء كالفضة وكبة في الصدر كصدر تمثال دمية وعضدان مدمجان يتصيلان بهما ذراعان ليس فيهما عظم يمس ولا عرق يجس ركبت فيهما كفان دقيق قصبهما لين عصبهما تعقد إن شئت منهما الأنامل نتأ في ذلك الصدر ثديان كالرمانتين يخرقان عليها ثيابها تحت ذلك بطن طوي طي القباطي المدمجة كسر عكنا كالقراطيس المدرجة تحيط بتلك العكان سرة كالمدهن المجلو خلف ذلك ظهر فيه كالجدول ينتهي إلى خصر لولا رحمة الله لن بتر لها كفل يقعدها إذا نهضت وينهضها إذا قعدت كأنه دعص الرمل لبده سقوط الطل يحمله فخذان لفا كأنما قلبا على نضد جمان تحتهما ساقان خدلاتان كالبردتين وشيتا بشعر أسود كأنه حلق الزرد يحمل ذلك قدمان كحذو اللسان فتبارك الله مع صغرهما كيف يطيقان حمل ما فوقهما فأرسل الملك إلى أبيها فخطبها فزوجه إياها وبعث بصداقها فجهزت فلما أراد أن يحملوها إلى زوجها قالت لها أمها أي بنيه إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغناء أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه ولكن النساء للرجال خلق ولهن خلق الرجال أي بنيه إنك فارقت الجو الذي منه خرجتي وخلفت العش الذي فيه درجتي إلى وكر لم تعرفيه وقارين لم تأل فيه فأصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا فكون له أمه يكن لك عبدا وشيكا يا بنيه احمل عني عشر خصال تكن لك ذخرا وذكرا الصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة والتعهد لموقع عينه والتفقد لموضع أنفه فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا طيب ريح والكحل أحسن الحسن والماء أطيب الطيب المفقود والتعهد لوقت طعامه والهدو عنه عند منامه فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة والاحتفاظ ببيته وماله والإرعاء على نفسه وحشمه وعياله فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير والإرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا فإنك إن أفشيت سرا لم تأمن غدرا وإن عصيت أمره أو غرت صدرا ثم اتقي مع ذلك الفرح إن كان ترحا والاكتئاب عنده إن كان فرحا فإن الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التقدير وكون أشد ما تكونين له إعظاما يكن أشد ما يكون لك إكراما وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة واعلم أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثر رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت وكرهت والله يخير لك فحملت فسلمت إليه فعظم موقعها منه وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا اشتركوا في القناة أثناء